تعالوا بقى روح للنادي الاهلي وبعتت النادي الاهلي اللي رجعت بالسلامة الى القاهرة بعد طبعا ما خادوا معسكر خارجي في دولة الامارات الشقيقة استعدوا من خلاله لكل التحديات بقى المحلية والقرية الفترة اللي جاية ان شاء الله قرر ميستر كولر ان هو يمنح اللعيبة راحة من التدريبات بالامس يوم الاثنين الاهلي طبعا خلال هذا المعسكر خاد مبارتين وديتين الاولى كانت امام نادي الاخدود السعودي اللي فاز على النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف والماتش التاني كان امام فريق حتى الاماراتي وتعادل فيه النادي الاهلي بهدف لكل فريق الاهلي بيستعد الفترة اللي جاية ان شاء الله لمواجهة شباب لوزداد الجزائري منتصف شهر فبراير في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا ده من ناحية ومن ناحية تانية امبارح اعلن النادي فسخ تعاقده مع صلاح محسن بالتراضي بناء على طلب اللاعب اللي تقدم به من حوالي عشر ايام وفي ضوء الرؤية الفنية للفريق تمت الموافقة على رغبة صلاح محسن اللي سدد بالفعل قيمة المالية المطلوبة وفقا للتفاوض اللي تم مع امير توفيق مدير التعاقدات وطبعا القائم بعمال المدير التنفيذي لشركة الاهلي لكرة القدم والعرض على لجنة التخطيط والمشرف العام على الكرة بالنادي الاهلي حسنال